اهلا بحضراتكم من جديد الاهلي بين برودة الجو ودفء المشاعر الاهلي في طيبة بين برودة الجو درجات الحرارة هي فعلا يعني احنا بنسجل مع مع العميد مرجان وكابت الرقوف اللي اتنين بقوا مش عارفين يعملوا ايه وانا مش اهلا على البلطه يعني الاهلي فتح باب العضوية في فرعه الجديد في لقصر الاقبال حدس ولا حرج ما شاء الله النهاردة يمكن قبل ما نطلع قبل ما نطلع هوا على طول كنت بس لأستاذ محمد كامل رئيس شركة استادات المتعقدة مع الاهلي على هذه الوحدة الاقتصادية الهيلة جدا قال للإقبال رائع جدا التلات او ربما الاربع غلق باب المرحلة الاولى لانه تهريبا الفرع بيستوفي العدد المستهدف في المرحلة الاولى حسب الطاقة الاستيعابية للنادي فبالتالي ما عادش فيه فرصة يمكن الا التلات او ربما الاربع ويغلق باب القبول في المرحلة الاولى لهذا الفرع الجديد اللي مثل نقلة نوعية كبيرة جدا في حلم الصعيدة في فكر الصعيدة في مشاعر الصعيدة في ان الناس ترتبط بالاهل وشعاره ومكانته ورسالته يا باشماندس دي صور بس انفاهم الناس اللي على الشاشة المقر بتاع التعاقدات او اعضاء هم عملين بياخدوا العضوية في مكتبة الاقصر اه مكتبة مصر العامة في الاقصر اه ده المقر اللي بيستقبل رغيب العضوية والحقيقة يعني اللي شفناه ان اللي كان هما بيدوا العضوية بيدوقوا معاها فانيلا للنادي الان ايو بيطلع ماسك الفانيلا بيزهو ويدور على اي مسئول يمضيلوا عليها لقونا في الشوم يعني مضيت كان فانيلا يا سيد باري اه خلصنا اقلاب يعني الحقيقة ان الناس كانت فرحانة جدا جدا بهذا اه الاستاذ شريف حسن ويقادي دوره طعم اه شركة استادات الحقيقة يعني استاد احمد كامل اوه بس ليه مجهود كبير جدا علشان يتحقق اهه ده احد رجال الشرطة المصرية اللي هو سابق ايضا والدكتور مونير برضو اه الحقيقة كان التعامل مع النقابات المهنية المختلفة فكرة هيلة جدا في تيسير عملية العضوية انك تلاقي نقابة الاطباء نقابة الصيادلة نقابة المهندسيين نقابة حتى المعلمين كل النقابات المهنية المعنية النقابات طلب حارسة تيجي اعدويات جماعية لستاذ محمد كامل قال لهم لا نقاجل دي لان الافراد يعني متضفقين لدرجة يصعب ان اعنا ناخد معاها اشوف الفانيليات والتوقيع عليها لكن اعتقد ان الامر لان يتاقع ان دازل حد حيبقى فيه مراحل اخرى يعني هي حسب بس الاستيعابية او اتقع الاستيعابية المحددة في النادي لقبول المرحلة الاولى بتنتهي او بتحدد عدد معين ينتهي الثلاثة وربما الاربع كاخر موعد لقبول العضوات الجديدة اللي انتوا شايفين قدر السعادة الكبيرة اللي انا شخصيا ده مدير احد الفنادق الخمس نجوم لا رجال السياحة انا عايز اقولك على حاجة صديقنا العزيز هشام مبارك هشام مدير تحرير الاخبار واحد ابناء لو اقصر كان كلمني السنة اللي فاتت على ابن صديق له الأستاذ صالح مصطفى احد رجال السياحة عايز يجيب ابنه يختبر في النادي الاهلي هنا مبارح حرص انه يعمل عضوية علشان ده قالك ده انا كنت تصفل اللي فات ناعي هم الواد عايز اوديه مصر يختبر في النادي الاهلي لما يجيه للاهلي اللي غايت هنا ودي كانت الفكرة انك انت كل ناشئ موهوب بقت عنده فرصة انه يتشاف بالمناسبة حتى اللي مش هيعمل عضوية يعني اللي ظروفه ما تسمحش انه يعمل عضوية في فرع الاهلي في الوقصر لأ عنده فرصة انه فيه هتبقى فيه اختبارات هناك هتبقى فيه مدارس واكاديميات هيبقى فيه فرصة لممارسة الرياضة حتى لغير الاعضاء ممكن تكون برسوم مختلفة لكن اللي عنده موهبة هتبقى عنده فرصة يتشاف باستمرار من عيون الاهلي لانه كمان الكابتن خالد بيبو كان موجود مدير الاكاديميات علشان يؤسس لافتتاح فرع لاكاديمية الاهلي في طيب هلالحالي لازم الناس لافهم كيف هيعمل العميد محمد مرجان على رأس فريق من الادارة التنفيذية بالكامل كان موجود يعني الادارة الاندسية الاشتراكات النشاط الرياضي الحسابات النشاط الرياضي الاشتراكات اه كله الاكاديميات الكورة مدير الادارات المختلفة كلها علشان تؤسس للنموذج اللي هيعمل وعلى اساسه ادارة هذا هيمشي على الكتالوج بتاع النادي الاه شوارب عجبته القاعدة في الصعيد قال لك عايزين فرع الملك واكتابه هناك تاير تاير تاير